هذه الشخصية ذكرت أثناء التحقيق سيساعد النصري تحفظ على هذا الميرف لما كان أمام الفرقة الوطنية ولكن لما قد يتحقيق أخذ الميرف هذا المصار كان مضطر إلى قول أشياء اللي كان تحفظ على هذه الكرة في مرحلة من المراحل وأنه الفيلا أصلا كانت ستشترى لسيد أحمد أحمد باعالة طلبة وبمالي بيش يكونوا واضحين المبالغ المالية تعود لهذا الشخص مبالغ خاصة سلمها السيساعد النصري على أساس أن يتكلفها بالقيام بالإجراءات للتفويل ذي الفيلا وسلموا المبالغ وسلموا وكالة توثيقية ونجز أمامه ووثيق يعني يتحمل إسمه وإسم ساعد النصري وكلفه بأنه هو اللي غيكون تكلف بالإجراءات للشراء الفيلا صحيح تحفظها لا في 2017 لأنه كان يتولى رئاسة الجهاز الكراوي الصير على اللعبة في إفريقيا الاعتبارات الخاصة به ولكن هو تعيق تثبيت أنه هو من كل فنسي ساعد النصري بترى أدن الله وليكي تكون يعني مسكرة له في المغرب الشهود الآخرين هو الشهود متعددي لأنه تم التناس الشهود لكل واقعات الواقعة مثلا بالنسبة لواقعة التي يبدع فيها المري أنه الأموال التي وجدت بحساب ساعد النصري تعود له هي نتيجة التجارة الدولية في المقدرات واللي كانتهم سنة 2014 لدينا مما يلاقي حدي الشهود من بيتهم شخصيات وازنة لعنى المستوى الاقتصادية ولعنى المستوى السياسي في هذا الوطن العزيز والذي هو مع أصل السلمون إشهادات تخوص هذه الوضعيات تؤكد أنه المبالغ المالية سلمه له في إطار الدعم اللي كان حضابي ساعد النصري في إطار وليتي اللولة دي 2014 يعني لما ترشح الانتخابات الرئاسية دي الفريق الوداد وأنه في إطار يعني الغيرة دي المجموعة من الأشخاص الليلة ومن المحبين الليلة الفريق الوداد سلمواه واحد دعم مالي في هذه المرحلة من أجل تجاوز العواعق المالية اللي كانت تعيشها فريق الوداد هذه اللولة والتانية كانت هناك السلفات من هؤلاء الأشخاص التساعد النصري وهو في إطار تدبير الفريق الوداد اللي كانت يحتاج مبالغ المالية لتكون الظروف لتصبح فكان يقترد مبالغ ويرجعها إذن اليوم عندنا بماذا اقترد وبماذا أرجع وليفيرمو كل شي كاين فعلاش تقدمنا بهذا الطالب باش نأكدوا أنه المبالغ اللي كانت في الحساب دياله أو التي حولت لحساب فريق الوداد لا علاقة لها بالتجاة في المكدرات يعني كيف ما تحاول يروج لبعض وتحاول يعني انسقته ما لا بهذا الشخص ولا بالمؤسسة والذين اللي كان تترأسه ذلك اليوم كان هذا توجه كذلك طرحنا كذلك أسماء أشخاص آخرين تموقع الهاتفي هذا تنظرنا إجراء الخبرة التكنية لأن الخبرة التكنية التي فضلية بالخلاصة في الميرف بالنسبة لنا قاصرة لأنه اليوم يتم الحديث على أساس النسي سعد الناصري كان في واحد المكان معين مع أشخاص معينين الفرض أن نديروا له اللوكاليزاستيون أو التموقع دياله مع الأشخاص هو شكيرو بثلاثة فهذا التوقيت وكذا باش تأكدهم صحة الواقعة اللي العمل لدى اليوم أنه التموقع الدل هو بوحده وليكي أكد أنه كان بعيد من الفيلا ديالات قلب الحالة وكيلومتر ونصف أو ما يزيد ولكن ما داش مع باقي الأشخاص المفترض أنهم كانوا معه اللي هم أشخاص معروفين والهواتف ديالهم معروفة والأسماء ديالهم معروفة والسماعة الفرقالواطين العديد منهم إذن نطلبنا أنه تم وقع كل جميع الأشخاص ما يكون ساعد نصري بوحده مش أكدوش فعلا هالجماع الغريب العجيب اللي كانت ذكروا عليه ديال 17 12 2013 كان فعلا أو لا خاصة لنا كيف ما أقول لكم الحديث عن هذه الجيبة أنه كان في فترة تزواج في النانا لطيفة رأفت بس حاج حمد بن براهيم والحال أنا وثاق الميل في واقع قد قل بي أنه في 17 12 2013 لطيفة رأفت كانت أصلا ما كيف تعرف الحجم المبراي هو إلى حدود لحظة ما كان شيء استدعاء كان طلب الاستدعاء الاستدعاء غدا تأخذوا المحكمة أو ما تأخذوش في إطار تداول من اللي يوصل لهذا الميل في الجاهزية دياله في هاد النقاط بالنسبة لهذا الأسماء اللي قلت باريزا هادو كانوا منهم مصرحين اللي من بعد ولو شهود اللي عندهم شهادات هاد النس هادو كان أعتقدوا على أن الشهادات ديالهم منتجة في هاد الميلف خاصة أن بين هاد النس هادو وناس اللي كانوا كيقولوا الحقيقة اللي من نهار بده هاد الميلف تصريح اللي قالوا أمام الفرقة الوطنية عودوا قالوا أمام قاضي التحقيق إذن هاد الشهيد الذي يقول الحقيقة ما عندهش لشي خاف يجيبوه جوحمر هنا كيلبي وحد النداء إلهي قبل أن يكون نداءا قانونيا بل إضافة كين الناس اللي ممكن تخاف اللي هم شهود الزور وهذا الزور يلي لهم ستتموت في القادم من الأيام إن شاء الله سامي العليم هادك مشي تناقود هادك مسألة لأن هادك استلمالي لأي حاجة كيقولها كان نوضو كان تبعوه وكان بقاو نبحتوه هنا ونبحتوه هنا هادك واحد سيد للأسف يقول الكذيب ولا شيء غير الكذيب أعطيك مثال بسيط ليه هو تابت بالوطائق نجبد واحد الاسم وقال لك على أن هذا الاسم هذا هو اللي كان كيتعامل معه كيصرف له صراف دياله واذكر واحد التاريخ معين بعد البحث والتقصي كالقوا أن هذا الاسم هذا في ذلك التاريخ كين في السجن إذن وشغن مقومت بني نحن هاد المالي هادة الأجهزة ديال الدولة ما عندها ما يدار هذا واحد إنسان كاذب لا يقوله إلا الكاذب أولى جل المحكامة غادب الكاذب دياله على رؤوس الأشهاد ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس